ما حرية التعبير إلا الجانب الأهم من الحرية على إطلاقها وما الحرية إلا التسييد الفعلي لكرامة الإنسان التي استحقها بالأزل يقول جل من قائل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم بالبر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا لقد ظلت الحرية حقا لا تستقيم الحياة الكريمة دونه ذلك يقول مفكر عبد الحميد بن الباديس إن حق الإنسان في الحرية كحقه في الحياة فمقدار ما عنده من حياة ومقدار ما عنده من حرية غير أن الحرية عموما وحرية التعبير خصوصا تتطلب النقاش المستفيض بضية نزع الأشواك وصقل الحقل ووضع الضوابط وهو ما حدا بنا إلى أن نتشارك معكم هذه القاعة تسييدا لخيار التشارك والتشاور الذي يطبع هذه المرحلة ذلك الخيار الذي تبناه فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني قناعة ومنذ اليوم الأول وتبناه معه طاقمه التنفيذ وهو الخيار الذي يجسد في نظرنا النواة الأولى والأداة الصلبة لتقديم ما ينفع الناس ويمكث في الأرض إن قناعتنا راسخة بأن التشاور هو الطريق الأسلم للمحافظة على المكتسبات وتنميتها وتصحيح الاختلالات وتجاوزها لذلك مثل العنوان الأبرز لتفاصيل عمل الحكومي بل وتفاصيل تسهير الشأن العام كله لقد حرص رئيس الجمهورية دائما على استشارة الجميع وفي كل المواضيع وإن إعلانه الأخير مباركة التشاور بين كل فاعل المشهد السياسي معارضة وموالاة خير دليل على هذا النفس وعلى هذه الاستراتيجية إننا على قناعة راسخة بالصدقية مثلنا الشعبي القائل ما فأحواه أن الإجماع على الرأي ولو لم يأتي بنتيجة أفضل من الانفراد به ولو أتى بنتيجة جمعاً الموقع كل الأمم التي سلكت ضرب النماء والاستقرار أتمدت على التعاطي والتشاور فتعاضدت سواعدها وتزاحمت عقولها والتاريخ مليء بعديد الحكايات والمواقف التي تبرهن على صحة هذا المنح وذاك المنهج بل إنها تكاد تختزل الموقف من ذلك في حديث الطبراني ما خاب من استشار وما ندم من استخار أيها الحضور الكريم إننا ندعوكم اليوم في هذه الورشة لنقاش موضوع طالما نوقش من قبل الكل وأرق الكل ولم يألو الكل جهداً ولا وقتاً في بحثه وتعاطيه إنه تعريف الصحف المهني وتمكينه من القيام بمهمته على أحسن وجه وحماية حقله من التعسف تجاهه وحمايته من المتطفلين عليه وتوجيه بوصلته لتسلك مسارك القانون ذلك الإشكال الذي سال حوله مدادٌ كثير وسودت في سبيله قراطيس عديدة ومع ذلك ظل يراوح مكانه ليكون فضاء الصحافة المحترم وصورتها الناصعة وأمل مساهمتها في تنمية البلد ضحية هذا الواقع إخوة الكرام مهما كان حجم التحدي الذي يواجهنا في هذه الإشكالية ومهما كان وزن تراكم الاختلالات الكبيرة فيها ونتيجة وعينا بذلك ونتيجة لوعينا بذلك فإن طموحنا وجديتنا وصدقنا كفيل دون شك بالانتصار على تلك المعيقات وتذليلها فبالمصارحة والمشاورة والموضوعية والعزيمة سنرفع راية النصر على تلك التحديات فلا شك أنكم أكثر من غيركم تدركون أهمية الصحفي في البناء المؤسسي للدولة الديمقراطية وفي ترسيق العدالة والحرية العامة والحرية الفردية خاصة أن بلادنا عضو في المنظومة الأممية مما جعلها محكومة قناعة وتنفيذا من مضمون المادة 19 من العلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق تبني حريته في العراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودون معتبار للحدود كما أنكم تدركون مدى أهمية دور الصحفي المهني في تسريع الوطيرة التنموية إذ يمثل السلطة المتعالية على كل السلطة فبوجود الصحفيين المهنيين يتقلص الفساد وتتسع رقعة الشفافية وتترسخ دولة المؤسسات والقانون وتتعزز قيم المواطنة فالسلطة الرابعة هي الركيزة الأهم في بناء الدولة الحديثة فبالتقرير والاستقصاء والتحقيق والتحليل المهني تظهر النواقص التنفيذية والتشريعية والقضائية وتصحح الأخطاء وبوجود صحف مهني وصحافة مهنية تتوجس منها الشخصيات العامة وتضع عديد الحسابات لأي تصرف إنها رافعة أساسية لخلق المزيد من الشفافية وإضغاء المزيد من الجدية وبالمقابل حين تضيب المهنية يضيب الشعور بالمراقبة من طرف المسوء العام كما تتحول الصحافة إلى أداة لزرع وتجدير المفاهيم المناقضة لمفاهيم الدولة الوطنية وعندما تضيب المهنية يضيب عنصور التروي وبضياب التروي يتم المساس بالحرية الآخرين فالحرية كما عرفها فيلسوف مشهور إرادة تقدمتها روية مع تمييز والتمييز هنا يعني استقراء المآلات والتحقق من التداعيات فالحر ليس من يتخبط على غير هدى بل هو من يصدر منه الفعل مع الإرادة بالفعل على سبيل الاختيار وعلى العلم بالمراد حسب التعريف البليض الفقيه الأصولي أبي حامد الغزالي إذن أيها الإخوة الكرام مع ضياب الصحف المهني يضيب التروي ويضيب العلم بالمراد وتكون الصحافة معولاً لهدم النسيج الاجتماعي والاختراق قيم المجتمع وأمنه وسكينته وقاره بل يتجاوز التأذير السلبي لضياب المهنية الواقع المحلي خصوصاً مع ثورة الاتصال التي نعيشها ليعطي صورة سالبة بل وقاتمة لدى الآخر عن البلد عن عقلياته عن عاداته عن المؤسسية به أيها الجمع الموقر إننا نريد أن نخرج من هذه الورشة بتعريف للصحف المهني بتعريف للصحف المهني تعريف دقيق وشامل تعريف جامع ومانع نريد ذلك الصحفي الذي يعرف ما له وما عليه صحفي لا تحركه الرغبات ولا العواطف ولا حب الشهرة وإنما تدفعه وتقوده المهنية والمضوعية فلا يسترخص الأعراض ولا يستصر الإشاعات ولا يستمرئ الاستهداف إننا نريد أن يدفعنا الصحفي إلى تمثل مقولة السياسي العربي البارس سعد باشا زغلول صحافة حرة تقول ما تشاء في حدود القانون وما قولت المفكر الفرنسي الحرية هي في الحق هي الحق في أن نفعل كل ما تجيزه القوانين لأنه لا حرية خارج نطاق القانون فالقانون هو الناظم لحدود الحرية تلك الحدود التي لا يمكن أن يميزها إلا الصحفي المهني إننا نريد أن نستعيد للصحفي مكانة في وجدان الناس بعد أن شوهها ضياب المهنية وتضول المسلكيات اللا أخلاقية إن المهنية جديرة أولا بخلق سياج على كل المسلكيات السالبة وخلقة ذانية ذانيا بأن تكشف كل المتجاوزين لذلك السياج أو الخارجين عليه من هنا نعتبرها بل يعتبرها الجميع تطعيما ضد السلبيات قبل ممارستها وعلاجا لها حين تمارس إنها وقاية وعلاج في نفس الوقت حضرنا الكريم يمكننا الآن أن نزعم أننا قطعنا أشواطا جادة وصادقة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتعحداته المتعلقة بالصحافة وتحويلها إلى أمر معيش وملموس بدءا بلجنة إصلاح الصحافة والتي معنا اليوم عديد أفرادها ورئيسها مشكورا مذكورا إذن بدءا بلجنة إصلاح الصحافة التي اخترت من الحق نفسه ومن أشخاص يشهد لهم بالخبرة والمهنية وقد أعطوا كل الوقت وقد أعطوا كل الوقت وكل الصلاحيات والوسائل ليشخصوا الواقع المهني والمادي لهذا الحقل ومن ثم يقدم المقترحات والحلول وما جعلهم يخرجون بتقرير كان محل تقدير واعتبار وليس انتهاءا بالمرسوم القانوني الأخير المتعلق بتعريف الخدمة الصحفية الإلكترونية التي عانت شأن باقي الخدمات الصحفية من تميع وتعويم لم يعد يمكن معهم التمييز بين الصحفي والمدون وبين المحترف والهاوي مما خلق جملة من الاستشكالات القانونية والأخلاقية وهو ما حدى بنا بالتشاور معكم وبالتشاور العريض معكم إلى إنتاج مشروع مرسوم اعتمد أخيرا يعرف الخدمة الصحفية الإلكترونية ويضع ضوابطها كما أن الوزارة كما أن الوزارة أنجلزت نصوصا قانونية أخرى أو مسودات نصوص قانونية أخرى منها ما يتعلق بتوسيع صلاحيات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وعصرنت صندوق دعم الصحافة وهو ما تم كذلك بشأن أيضا وقطعت أيضا أشواط في سبيل مشروع دار الصحافة الذي ظل مطلبا للفاعلين بالحق وكذا تصحيح ما متقل أخيرا من تصحيح وضعية رواتب العمال الدائمين بالمؤسسات الإعلامية العمومية أو بعض مؤسسات الوسائل الإعلامية العمومية وغير ذلك من عديد الخطوات التي أنجزت مع أن الطبوح أكبر والإرادة أصدق ونعيدكم أننا ماضون قدما إلى أن يتحقق ذلك الطموح وتنفذ كل تعاهدات فخامة رئيس الجمهورية وما أمكن من التوصيات الواردة في تقرير لجنة الإصلاح أيها الجمع الكريم مع كل ما سبع وكل ما أسلفت يظل من حقنا أن نطمح إلى ما هو أكبر من ما سلف ذكره ويظل إصرارنا على تسهيد طموحنا أقوى أيضا كما تظل قناعتنا تتعزز بأنه من دون قانون يحدد الصحفي المهني ستبقى الصحابة مائعة وستبقى ملاذا لكل متطفل وموئلا لكل متكسب ومحجة لكل متحامل ستبقى تشويها لحرية التعبير وحرية الرأي كما هو الحال اليوم وفي كثير من الأحيان الأسف الشديد إننا لا نريد من خلال هذا التشاور أن نهدم حرية التعبير بل نريد أن نبنيها أن نؤسس صرحها أن نرفع دعاماتها إننا لا نريد أن نقتلها بل نريد أن نحييها يقول السوسيولوجي الفرنسي يجب أن لا نقتل الحرية الفردية لكن يجب أن نجعلها اجتماعية ونحن بدورنا نريدها حية اجتماعية واعية لبعد الاجتماعي والمجتمعي فيها وفي هذا الأطار تتنزل دعوتنا لكم وتتنزل هذه الورشة إننا ندعوكم هنا كي تأخذوا زمام المبادرة فإذا كان هدفنا هو الحصر القانوني للصحف المهني فإن وسيلتنا أيضا هي الصحف المهني من هنا لا يسعنا إلا نقول لكم بكل صراحة وصدق دونكم وحق لكم نقحوه وصححوه وسيجوه ونحن رهن إشارتكم نضع كل وسائلنا وإمكاناتنا عونا لكم حتى نرتقي معكم وبكم بواقع الصحافة والصحفيين وإذا نفتتح هذه الورشة فإننا نفتتح معها صدورنا وأبوابنا لكل ملاحظاتكم وأرائكم فلا تبخلوا علينا وعلى أنفسكم إنها لحظتنا وفرصتنا التي انتظرتها ظالبيتنا ردحا من الزمن فليس من اللائق ولا المناسب أن نخسر هذه الفرصة الديمقراطية التي يعيشها البلد الآن بل أجدر أن نستغلها وننقح ونصحح ونطور ونصلح ونعصر وفي الختام أشكر كل الحاضرين وكل الغائبين وبودل وحضر الجميع لكن تأبى ذلك محدودية الزمان والمكان والظرف الصحي الطارئ مرة أخرى نعول عليكم كثيرا في صياغة مشروع قانون يؤسس لصحافة مهنية تساهم في ترسيق قيم المواطنة والديمقراطية وتعزز سلم الأهل والأمن المجتمعي وتخلق صورة ناصعة على البلد باختصار صحافة تقدم محتوى إعلامي يستجيب لأعلى المعايير المهنية والأخلاقية والمعرفية صحافة تعددية تعض بالنواجد على الثوابت الإسلامية والمشتركات الوطنية والمصالح الاستراتيهية البلد ونحن في قطاع جاهزون لترجمة كل ما سيتفق عليه هذا الجمع الكريم إلى نصوص قانونية في أسرع وقت ومن يرى هذا الجمع من الأجيال والمدارس الإعلامية فلا شك مطمئن إلى توفيق أعمال هذا الملتقى أشكركم أيها المشاركون